شكرا يا ذاكر كان ذلك قبل بداية السنة الدراسية غادر ذاكر البيت واتجه إلى مدرسته يتفقدها دخل ذاكر الساحة فبدت له خالية ورأى في ركن منها بعض الطاولات المكسرة والسبورات التي لم تعد صالحة للكتابة تألم ذاكر لحال الأثاس التالف وعش بالحديقة اليابس وقال إننا نقضي أكثر أيام السنة في المدرسة ولا نرضى أن تكون على هذا الحال فما العمل؟ فكر ذاكر مليا وقال في نفسه لابد أن أبادر لابد أن أجد من يساعدني سأحدث بذلك أصحابي فالمدرسة تحتاج إلى التعهد والعناية حتى تبقى تجهيزاتها سليمة ينتفع بها الجميع التحقت إيلاف بذاكر والتقيا في المدرسة فبادرته بالسؤال هل ستبقى مدرستنا على هذا الحال ونحن على أبواب العودة؟ فرد لا يا إيلاف سنعمل على تنظيفها وبادر حين عودته إلى المنزل بالاتفاق مع أبيه العم حافظ النجار وخاله منذر البستاني وأم إيلاف الخياطة المشاركة في أعمال الصيانة ومن الغد توجه الجميع نحو المدرسة والتحق بهم كل من سمع بالمبادرة فأصلحت الأبواب والنوافذ والمقاعد وخيطت الستائر واعتنى الخال منذر بالحديقة وتكفل الأطفال والمعلمون والمديرة بطلاء الجدران وتزينها ببعض الرسوم كان يوماً تضامن فيه الجميع من أجل المدرسة فشكراً لذاكر صاحب المبادرة وشكراً لكل من أسهم في العمل الأسئلة أولاً لماذا تألم ذاكر؟ تألم ذاكر لحال الأثاس التالف وعش بالحديقة اليابس ثانياً أبدأ ذاكر حبه للمدرسة أين يظهر ذلك؟ يظهر حب ذاكر لمدرسته عندما قرر بالمبادرة وإيجاد يد العون للعناية بها وصيانتها ثالثاً لماذا اعتنى ذاكر بمدرسته؟ اعتنى ذاكر بمدرسته لأنه يقضي أكثر أيام السنة فيها ولا يرضى بقاءها على هذه الحال رابعاً ما المبادرة التي اهتدى إليها ذاكر لصيانة المدرسة؟ المبادرة التي اهتدى إليها ذاكر لصيانة مدرسته هي الاتفاق مع أبيه العم حافظ النجار وخاله منذر البستاني وأم إلاف الخياطة للمشاركة في أعمال الصيانة ترجمة نانسي قنقر